السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان مرحبا بكم فيديو جديد فيديو اللي غدي نقشو فيه شنو هي الاهم المشاريع اللي كتنجحنا في الدول الاوروبية كمهاجرين. المهاجرين شنو ما البرجويات اللي ممكن يديروا وينجحوا فيهم او لا انجبدو بعد النماذج و بعد الامثلة للمهاجرين من غاربة ولا جزائريين او من جميع الدول اللي داروا هنا مشاريع في دول الاوروبية ونجحوا لهم وكانوا يعني نسميهم كرجال اعمال يعني مش كبار لك رجال اعمال بدأوا من زايرا وبدأوا من منوال وكما كنقولو وقدروا انهم محقوا الهدف ديالهم فانهم داروا هذا البروجيه هنا مثلا في اسبانيا في فرنسا في بزر ديال الدول. انا غدي نعطيكم بعض الامثلة وغدي نعطيكم بعض الافكار ديال هاد البروجيات ونحاولو ونبسطوهو فيديو واعر حاولو بانكم تكملوا الفيديو كامل باش انكم تستفدووا من هذا الفيديو اللي غدي نديره ولي ما زال الخوت مابونيش اول حاجة قبل نبدأو الفيديو هي انه يدير ابوني ويورك على الجرس باش يوصلكم اي جديد ونحاول وردو التفاعل ديال الشحال هذه اللي عدنا في القناة التحياتي لكم. موما الخوت نبدأو من اول بروجيات من هذا من اللي يكون بريقته هنا وقانوني وهذا. فكيفكر كنو حد الفكر ماشي ديال التابعية والفكر التقليدي اللي هو خصوص ببارة لخدمة. يعني متان خصوص ببارة لشي خدمة في الشركة ولا هادي صافي يعني بوحد الصالير صافي يعني كي يخدم بوحد الصالير صافي. ان هذا الفكر اللي كنسميه احنا التابعية والتقليدي. وكان وحد الفكر اللي كيكون قيادي وفكر كيكون يعني ديال بروجيات يبغي ديال بروجيات يبغي يخدم يدير شي بروجيات راسه. وكيطرحوا بزافة تسؤال ماذا في أوروبا ممكن بأننا لدينا الإمكانية أن ننظر بروجيات دينا بروجيات خاصة بنا لا يكون لديناه حتى تصلي رسطابل الذي لا يتحرك حتى تصلي رسطابل مثلا ألف ألف أو 800 أو 800 أو ممكن حتى ندخلنا في الأعمال الحرة كما تسمى ونصيب بروجيات دينا فعلا ممكن وهنا شباب مغاربة وجزائريين وبثاف كمهاجرين استطعوا أنهم يعني يكونوا ذاتهم هنا في الدول المجر ويحققوا يعني يديروا يعني بروجيات دينا هذا لكم هنا بأبسط بروجيب أبسط بروجيب واحد الفئة هنا في الجنوب الإسبانية في إقليم أندلوسية بكون أن هذا الإقليم هذا معروف بالميدان الفلاحي والميدان الفلاحي ما يخدموش فيه غالباتا يعني الإسبان أكثر يخدمو فيه المهاجرين يدخلوا بعد شيء واحدين هناك مساكن ترباخدوريس يعني يخدمو ويأتي في نهاره ويأتي في حالته هناك ترباخدوريس هناك فكرة قالت لماذا لا نستفدوش من هذا المجال وندر منه بروجيب ممكن بزرهم أعطكم فكرة مثلا الفينكات هنا مثلا الفيرما من اللي تحيدوا مثلا ندعوا على النارنخة المشورة النفتيبية مثلا لماذا تحيد النارنخة لماذا تحيد الليمون والماندالين وذلك شيء ضروري يبقوا شيء حباء والجوج يبقوا في شجرات ثلاثة من تحت مالخدامة يكونوا مزروبين يعني ضروري يخلوا ربعات الحبات في شجرات جوج يبقى تطايح من تحت شجرات ثلاثة أربعة يبقوا شجر عالية شوية يبقوا هذا البقية اللي تبقى ديال النارنخة ليس الفينكة يريد أن ينقى شجر ينقى الفينكة لكي لا تولد لها من بعد وكي يجيب المقاصة يمقصه يعود يستيقى لها الفينكة لكي تولد وتبشر منطمة فكي يجي فكي يجي يعني هذا الخطرة كنت أدعو عليه أجيكم أجيكم شوية باليد لكن رابطة والله العالم لداروا منه ناس فلوس وحاولوا أن تدخلوا وكتبوا في اليوتيوب وغيروا فكي يجيب واحد مغربي يمشي لها يجيب لكي تلك الفينكة سيجيب لكي تلك الفينكة لكي تلك الفينكة لكي تلك الفينكة ونقى ونحيدوا ونحيدوا ويجيب ويجيب حيث يخدم سمانة يقدر يخرج إلى الكاميون كبيرة يقدر يخرج إلى الكاميون يعني يبيع كالكي يتبع في كاري فور أو في مركض هذا يمشي مثلا الصومو الذي يمشي برودوية الليمون فهو كي يكون تقامت عليه نارانخة بزيرو درهم ليس الفينكة عنده مصلحة لأنه ينقي ثاني حاجة أن الأخر يربح يعني الفلوس بالصح من واله ثلاثة الخدامة يعطين 40 أورو في النار مدة سمانة يلقى يخرج الأطنان ديال نارانخة وهذا المشهور لو كيتتجهول بزيف ديال المغربة لو كمشوا عند تحاول الفينكات وياخده كذلك يتحطني في الأمر مثلا يتحطني بطاطة يدورها بطاطة يدورها بالبصلة يحترونها بالبصلة لأن الناس الذين يخدمون في بطاطة ويعرفون في الميدان البطاطة من الضرورة يتجمع هذه الضرورة من المال كما تجمعها ويقوم بيثتها أي مع المال لا يزرعون لها على المال لا يتحطني مع المال فيها بطاطة تحلطط مغربة يجمع البقية يجب واحد الخمسة الخدامون يجمع ويجمع أي بطاطة مضروبة مضروبة مهرسة من خشية تراب من الحجر يجمع صغيرة كبيرة يجمع يجمع ينقيها صغيرة كبيرة ويبيعها بثمان قليل ولكنه يجمع بالنفس الوقت يجمع الارض يجمع اجراء من المنتج المنتج داخل هذا الشخص يستفيد من يجمع ويأعلن ويقوم بطاطة توزن بالصح يمكن أن يعمر بحيث رشفتان هذا الشيء يعني يبقى الارض عامرة يلبس صاحب البطاطا يبقى لبصلة ايها وتبقى صغيرة فهو ما خسروا له وكيش غير ينقيها مول فين كاف بلس ما يخلص له ينقيه وليه يجيه واحد فابور وغض ينقيها يقول لي حيدا يجمع لياتش سوف ينقي الاخر كمش يبقى هذا الشيء يقول لي كما قلت لكم يعني مراس المال ديال زيرو درهم كما كتشوفوا يعني الصور اللي اللي وريتكم ديال البطاطا و ديالنرنخة كان الخطوة الثانية بالنسبة للنساء حيث تحت الدريات يقول لك ما بغناش نخدموه بغناش خدموه مع السبب مثلا بغناش نخدموه مع شي واحد بغناش نديروش بروشي ديالنا في ديورنا وش ممكن انا محجابة انا بنت محجابة ولا مرا محجابة يمكنش لي مش نخدم في شي بار وهنا البيرانديا لهم مثلا البار هو القهوة والكافي هنا دائما عندما اشرب فيه وكذا وانا محجابة الاخيرة وش ممكن الباديل في انا ندير يعني بروشي ديالي منطار اولا ممكن باننا بزاف دير نساء دير بروشيات فاش نقول بروشي راه يعني بروشي راه ممكن باننا من بعد مقدار له ردير وطنوبته لشركة فكان بزاف تندير نساء كدير وكدير الحلويات والحلوة المغربية كما نقول انا دول ذاتي الحلوة المغربية مشهورة ومعروفة حتى عند الاسبان زائد ان البغاربة كتلبوها في الاعياد وفي جميع المناسبات وحتى في الايام العادية كيبغيو يشريه وما كيلقوش منين زائد ان حتى الاسبان حتى الباريو ديالك مثلا بحل ما كتبح الباريو الشعبي ستشهر فيه وستعرف ذلك المغربية كتبح ذلك الحلوة كل شكل يأخذ معنى زائد ان تتعرف تسويق يعني الالكترونيك مثلا عندما هنا بزاف ديال يعني الابليكاسيوات ديال هنا في اسبانيا وقدر المنطقة ديالك بالضبط وقدنتج مثلا البسطيلة ديال الجاج هال الحلويات يعني على الاشكال ديالك ما كتعرفه غريبة الى اخرى تكشيف الدار وقدروا الله العدم لبزاف ديال العيالة الدار وهات البروجيه هذا وقدام لهم مزيان 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 وقدر تبيع مع تحلم بلاطو في النهار ديال الحلويات متنوعة ديال اللوز ديال ديال اسميدة يعني كتعرفوا الحلويات نساك يعرفوا هاتشي فهي خدمة في الدار دياله ما كتحكم فيها تشو واحد محتار مراسة في الدار دياله وقدتسوق البروجيه ديالها بوحط طريقة يعني سهلة عن طريق الانترنت كتبت بيبلي ذيك الشي ديالها زائد المعارف اللي كنت الجودة في شيء كتصيبك مفيدة واحد حلوة زوينة وعنده واحد الجودة كتاب من لي كنت شرينتها كتأكíp له يعني كتعجبك كتقدر انت توليت بيبلي سيتي دياله انت توليتنا كتريدها الاشعار مع الناس واحدة اخرين وهذي من اهم بروجيهات زائد كذلك ترجمة نانسي قنقر